بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا ثيرها بسورة المعارج وقد تكلمنا في الحلقة الماضية في قول الله تعالى ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ونبتدئ إن شاء الله الكلام في قول الله تعالى كلا إنها لضا وإنما رجعت إلى الحلقة الكلام في الحلقة الماضية لأنه لتعلق هذه الآية مع ما قبلها فكلا كما يقول ابن فارس في رسالة أفردها في الكلام عن كلا فيقول كلا إما أن تكون بمعنى حقا وإما أن تكون على الأشهر أنها كلمة ردع وزجر فإذا أخذناها على حقا أي أنه أو إذا أخذناها على كلمة أنه على الردع والزجر على أنه هذا المجرم الذي يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فكلا أي أن الأمر لن يكون كما يريد فهو ردع وزجر عما يتمنى وعما يعني يفكر به وإن كان الكلام إذا أخذنا كلمة كلا على أنها حقا أي حقا سيكون ستكون النار مصيره وحقا سيكون العذاب الذي ينتظره على ما فعل في الدنيا وعلى ما أجرم في الدنيا وكان يفكر في أن يجرم في من في الأرض جميعا في ذلك اليوم فيكون كما قال الإمام القرطبي قال وهذه يعني كلا إما على معنى حقا أو على معنى الردع والزجر يقول فكلاهما ممكن يعني المعنيان ممكنان في هذه الآية إنها لضا إنها الضمير يعود على من قالوا إما أنه يعود على ضمير القصة على قصة هذا الذي يحاول الفداء بكل هؤلاء أو الضمير يعود على النار ربما يسأل سائل فيقول النار لم يجري لها ذكر في الآية فيما سبق حتى يعود الضمير عليها أولا يعني يجب أن نعلم أن قضية الضمير وعود الضمير على ما لم يذكر فهذه طريقة قرآنية عظيمة وجميلة جدا عندما يريد القرآن أن يعظم أمر معين قد يعني يشير له أو يشير إليه بالضمير دون أن يكون له ذكر فلاحظ مثلا في قصة سيدنا نوح عليه السلام الحدث الأعظم الذي جرى لسيدنا نوح هو الطوفان هل الطوفان الذي جرى في موج كالجبال وسنتكلم في سورة نوح إن شاء الله إذا يعني مدى الله لنا من العمر والوقت أنه سنتكلم عن قضية الطوفان هل كان لجميع الأرض أم كان في بقعة لكن ابتداءا سنتكلم عن ما وصف الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات قال وهي تجري به في موج كالجبال أمواج عظيمة وحدث عظيم لم يذكر السفينة لم يجري ذكر للسفينة قال اركبوا فيها في من لم تذكر السفينة في ذلك الموقف الذي هو أشد الحاجة إلى ذكر السفينة فيه قالوا إما لأمرين إما لأنه عظم الموقف غطى على وجود السفينة فالسفينة كانت سبب ظاهر في الإنجاء وفي النجاة أما حقيقة الإنجاء وحقيقة النجاة التي جرت لسيدنا نوح هي كانت النجاة من الله كما ندائما نقول أن النصر حقيقة هو من الله وإن كان ظاهره وعدوا لهم ما استطعتهم من قوة من رباط الخير لكن حقيقة الأمر هو كان النصر وما النصر إلا من عند الله كذلك قال لم تذكر السفينة في ذلك الموقف العظيم لأنه يعني الموقف كان أعظم من ذكر السفينة ومنهم من قال أن السفينة كانت هي المحور وهي كانت الأضواء مسلطة عليها ولشدة ظهورها ولشهدة الاهتمام بها لأنه صنع السفينة كان قد سبق يعني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومي في سورة هود فكان النظر موجود إلى قضية السفينة حتى إن لم تذكر فذكرها موجود لأنه اركبوا فيها فالمشار إلى السفينة أو غير ذلك كذلك مثلا في ليلة القدر سورة القدر لا شك أنه لا خلاف عند الجميع أن السورة تتكلم عن نزول القرآن لكن لو نظرنا إلى قضية نزول القرآن في سورة القدر لم يذكر القرآن في سورة القدر ولا مرة واحدة إنما أشير إليه إن أنزلناه في ليلة القدر من هو؟ لا شك أنه القرآن قالوا لعظم مكانته ومنزلته وأنه لا يخفى يعني لا يخفى على السامع أن يعلم أن الكلام عن القرآن ما ذكر لأجل هذا فمنهم من قال أن الكلام عن النار ولكن لكون أنه المصير العظيم لهذا المجرم الذي سيكون عليه ما يكون من العذاب لم تذكر لفظة النار وإنما ذكرت لفظة لضا وإنما ذكرنا أنها الضمير على سابق سابق في الذهن أي مذكور في الذهن وكما قلنا القرآن له طريقة جميلة في يعني إخفاء الأشياء وإظهار الأشياء لاحظوا عندما يذكر أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الأبواب مفتوحة ما ذكر لنا القرآن ماذا رأوا عندما فتحت الأبواب لماذا؟ لأنه عظم ما سيرونه أكبر بكثير من أن يحصر في كلمات لذلك ترك المجال لذهن القارئ يعني يهيم ويسبح في عظم ملكوت الله فيما سيرى هذا المؤمن عندما تفتح له أبواب الجنة فدائما قضية الذكر وعدم الذكر هذه فيها يعني لمسات دقيقة جدا يعني يكون فيها معنى عظيم في حال الذكر وفي حال الإخفاء فعندما تذكر لا بد أن يراد شيء مهم جدا وعندما لا تذكر أيضا لا بد أنه يراد شيء مهم جدا فهذه هنا يعني المسألة في قضية إنها لضى فالضمير إما يعود على النار أو يعود على القصة كما ذكرنا كلمة لضى قالوا اللضى لفظ مؤنث يراد به معني يعني إن أردت أن يعني تجعل لضى إسما للنار فتنون فتكون لضى على وزن فتن وإن أردت أن تكون عفوا إن أردت وصفا لهب أو إسما لللهب تقول لضى أما إذا أردت أن تكون اسم علم للنار فتقول لضى لا تنون لا تنون إنها لضى أي إنها هذه النار وجنس النار وإن أردنا اللهب أو أردنا كما قلنا اسم علم للنار واختلف اللغويون في قضية أنه أصل اللفظة فمنهم من قال أنه أصلها من لضة من لضة النار إلى إذا استعرت وإذا التهبت فإنها لضة أي أنها نار عظيمة ونار محرقة وذكر اللهب هنا لزيادة التخويف والتهويل في إنها لضة هذه لضة التي سيكون من شأنها ما سيكون مع أمثال هؤلاء الكافرين والمجرمين الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا فإنها لضة سيكون لها ذلك الفعل العظيم قال إنها لضة نزاعة للشوى ولضة كما قلنا النار جاءت فيها أسماء كثيرة النار وجهنم والسعير وأوصاف كثيرة بين الأسماء وبين الأوصاف وسيكون لنا أيضا يعني وقفة في الكلام عن أسماء النار وأسماء جهنم والمعاني الأخرى عندما يعني يكون لنا آية فيها الكلام عن النار بشكل أوضح قال كلا إنها لضة نزاعة للشوى والنزع في الأصل هو جذب الشيء من مقره بشدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعر وقال تعالى أيضا في سورة أعلي عمران قال قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء ولحف كلمة تنزع يعني كأن صاحب الملك متعلق بملكه لا يريد أن يفرط في هذا الملك ولكن الله ينزع هذا الملك لأنه يملك الملك نفسه نعم وكذلك يعني لاحظوا أيضا جاءت في قول الله تعالى والنازعات غرقة والنزع كما قلنا هو جذب الشيء من مقره بشدة فكأنه النازعات غرقة أي أنه على أرجح الأقوال على أن الملائكة التي تنزع أرواح المشركين وتغريقها أي أنها تسحب الروح حتى إذا بلغت القبض ووصلت إلى الخروج تتركها حتى تغرق في الجسد ثم تسحبها مرة أخرى زيادة في الإلام وزيادة في العذاب عليه قال نزاعة للشواء وهي أصل اللفظة من النزع وهو من نزع الرامي القو السهم إذا أغرق فيه إذا سحب السهم حتى بلغ النصل يقول أغرق الرامي أو أغرق الرامي في سحب القوس أو في السهم حتى أوصله إلى كبده ثم يطلق السهم فنزاعة للشواء كأنه نزاعة على هذا المعنى من الجذب والشدة والقوة ولكن ماذا ستنزع هذه النار النار هذه لضة هذا اللهيب العظيم سيكون له حالة من النزع ماذا سينزع هذا اللهيب قال نزاعة للشواء الشواء قالوا ذكر أهل اللغة قالوا الشواء هي الأطراف وسنتكلم عن أقوال السلف إن شاء الله في معنى الشواء لكن لا خلاف لأنه أهل اللغة قد أخذوا يعني بعض المعاني من يعني علماء السلف الذين تكلموا في معنى هذه اللفظة قالوا الشواء هي أطراف الأصابع وقيل الأطراف الأيدي والأرجل وقيل جلدة الرأس وقيل قحف الرأس وقيل الرأس كله فهذه النار وهذا قول الخليل وقول أبو عبيدة وقول الكساء وغيرهم قالوا نزاعة للشواء أي أنه هذه النار وهذا اللهيب سينزع أطراف وينزع جلدة الرأس وينزع من الكافر يعني كل ما له حتى ورد عن ابن عباس وعن مجاهد قالوا نزاعة للشواء أي تنزع مكارم وجه الإنسان وعن الحسن قيل تنزع تأكل رأسه حتى تصل إلى الدماغ فتأكل دماغه ثم بعد ذلك تكف عنه فينمو ما فاته من ذلك الأمر ثم يأمر الله سبحانه وتعالى النار فتأكل دماغه وكذلك ورد عن بعض السلف قالوا يعني تنزع الجلدة عن العظم واللحم عن العظم وتنزع العصب عن اللحم بهذه الشدة العظيمة فلا يبقى منه شيء قال إلا يبقى قلبه نضيجا قلبه فقط الوحيد يبقى قلبه يعني لا يموت في ذلك لأن هناك ليس موت يعني لا يموت فيها ولا يحيى لكن المقصود أن القلب يبقى يعي كل هذا الذي يجري به ربما البعض يقول يعني كيف يكون الحال إذا انتزع من الإنسان الدماغ والرأس والأطراف والجلد واللحم والعظم كيف سيبقى الإنسان يعني يعي ما يجري حوله نقول الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا قانونا أن هذه البنية التي عليها الإنسان لو اخترر منها أشياء ونقص منها أشياء يصبح ذلك البدن غير صالح لبقاء الروح فيه ليس هذا يعني ليس معنى هذا أن نتعلق الروح بالبدن لأن البدن لما اخترم الروح لا تستطيع أن تبقى لا لأن الله قد جعل هذا القانون في الأرض إذا اخترم البدن أو بعض الأجزاء منه بحيث أنه الروح لا يبقى لها مجال أن تبقى في ذلك البدن فيحكم الله على الإنسان الموت ولكن الحاكم هناك في ذلك اليوم هو الله هو الذي يضع القانون ما الذي يبقى وما الذي يذهب فالله سبحانه وتعالى جعل القانون أنه ثم لا يموت فيها ولا يحيا جعل القانون أن الإنسان يبقى في ذلك الوقت في ذلك العذاب العظيم دون أن يمسه الموت بقانون الله وبقدرة الله وبما قدر الله من أمر أن يكون لذلك لاحظوا يعني لا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا لكل حالة أو لكل مقام مقال حتى قال الإمام القشيري في اللطائف قال ومن تفكر في أحوال الآخرة رأى عجائب كثيرة عجائب كثيرة في قضية الآخرة ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إذن نزاعة للشوى أي تنزع كل ما على الإنسان كل مكرم من مكارم الإنسان حتى لا يبقى منه شيء مع وعيه الكامل بكل هذا العذاب الذي يجري حوله قال نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى هذه لضة هذه النار تدعو من أدبر وتولى ربما البعض يقول النار تدعو سنتكلم عن أحوال دعاء النار للكافرين وأقوال المفسرين في ذلك لكن لاحظوا قال يم ابن كثير وكذلك يعني الإمام الرازي من قبله والإمام نسابوري من بعده وزمخشري من قبله أيضا قالوا أنه أن النار تدعو أهلها وتدعو من خلق لها وتدعو من قدر الله لهم أن يعودوا إليها تقدير علم لا تقدير إلزام أي أن الله قدر لهم أن يكونوا من أهل النار كما قال تعالى وَلَقَدَّرَ أَنَيْ جَهْنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أي أن الله عندما خلق الخلق علم من سيكون في الجنة ومن سيكون في النار ولذلك ماذا قال عن النار قال للطاغين مآبا أي أنه مآب المآب هو مرجع من له عقل مرجع من له عقل أي سيعودون إلى النار ربما البعض يقول كيف يكون لهم عقل وقد ذهبوا إلى النار والله يقول يعني قال عنه قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير المقصود هنا عندما قلنا الإياب هو رجوع من له عقل لأنه قال الإمام الراب قال العرب لا تقول آبة الدابة إنما تقول رجعت الدابة فالإياب والأوب هو رجوع من له عقل ويفكر فيه الرجوع إنما ذكرت الآية هنا عن الكافرين أن لهم عقل من خلال لفظة الإياب حتى لا يظن ظان أن الكافر قد نقص حقه في الدنيا فلم يكن متمتعا بالتكليف الصحيح ولم يكن متمتعا بالعقل الكافي الذي يؤهله لدخول الجنة فقال الله سبحانه وتعالى لا إنما كان عنده من القدرة والتكليف والعقل ما يكفيه لاختيار الجنة لكنه اختار النار على علم كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن هو الذي أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن المقياس في قضية ماذا في قضية أنه من الطائع لله ومن العاصي لله ولاحظوا في سورة الملك عندما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ليس معنى هذا أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا وما كانوا يعقلون في الدنيا فالذي لا يسمع ولا يعقل في الدنيا يكون شبه غير مكلف لأنه لم يسمع الدعوة يعني ثبت أنه لم تصله الدعوة لا عن طريق سمع ولا عن طريق عقل فأكيد أنه غير مكلف إنما قصدوا لو كنا نسمع أو نعقل لأن الأحضاء الآية التي قبلها قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى إذن معنا تتكلمون معنا تسمعون قال سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذن هم يسمعون ويعقلون وقالوا ألأ جاءكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وما يكون النذير يأتي إلا لمن هو مكلف عاقل إذن جاءهم النذير وهم يسمعون إذن لماذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل قالوا لأن السمع السمع إذا أطلق في القرآن قد يراد من معانيه الإجابة أي أنه لو أجبنا الرسول وعقلنا ما جاء به عن ربه ما كنا في أصحاب السعير كأنه هذا المعنى الذي أريد في هذه الآية أن يكون ولاحظوا يعني قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لذلك كان يذكر عن عبد الله بن عمر بن العاص كان يعني لا يستحب أن يقال أمامه فلان عن كافر ما أعقل فلان يعني كما ذكر أمامه قال ما أعقل فلان نصر يعني قال لا تقول ما أعقله ألم تسمعوا قول الله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولذلك قيل أنه أيضا ورد في الحديث أنه مر مجنون كما نسميه نحن في العامية مجنون أمام الصحابة فقال الصحابة رضو الله تعالى عليهم يا رسول الله انظر إلى هذا المجنون قال هذا ليس بمجنون إنما هذا مريض والمجنون من يعص الله إنما المجنون من يعص الله المجنون الحقيقي من يعص الله حتى لو كان عنده أعلى الشهادات حتى لو كان جالس في أعلى المناصب حتى لو كان خد ملك من الدنيا ما ملك فيبقى مجنون لأنه أضاع أهم نقطة تربطه بالله وهو الإيمان وطاعة الله لذلك قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير أي لو أننا أجبنا الرسل كما أنه في قول الله تعالى عن سيدنا زكريا عندما كان يقول رب هب لي من لدونك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء في سورة علي عمران هنا لم يقصد أنك رب سميع الدعاء يخبر أن الله يسمع هذا لا يختلف عليه أحد إنما أراد بإخباري هذا أنك مجيب الدعاء وحتى عندما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمد لا نقصد أننا نخبر أن الله يسمعنا هذا لا نشك فيه وإنما نريد أن نبين أنه اللهم استجب لنا دعاءنا كأنه هذا المعنى الذي نريد أن نقوله من خلال الكلام إذن حتى أن الإمام القرطبي عنده إشارة نطيفة في قضية العقل يقول الكاثر ليس له عقل إنما له ذهن والذهن هو مجمع مجمع العلم يجمع العلم فإن ربطها فقد عقلها وإن لم يربطها تركها فقد أذهبها لذلك هي تدعو تدعو من كان من أهلها من قدر الله لهم أن يكونوا لها وقلنا علم الله سبحانه وتعالى يكاشف للأمور وليس صارف أي أن الله سبحانه وتعالى وانتبهه إلى هذه الجزئية الدقيقة جدا والمهمة جدا وإن شاء الله سأفرد الكلام يوما عن جزئية في الكلام عن علم الله وعن القدر وما يتعلق في ذلك بعض الأمور التي تشكل على كثير من الناس يجب أن نعلم أن علم الله بالأشياء غير ملزم للعبد يعني الله سبحانه وتعالى ما ألزم العبد أن يفعل هذا ولو ألزمه بفعل هذا لا أجبره ولكن للعبد أن يقول يا رب أنت أجبرتني على هذا الفعل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فلما تعذبني فالله سبحانه وتعالى لا يجبر العبد على فعل شيء إنما الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المسبق وأوضح دليل للرد على من يقول أن علم الله لما كان علم الله المسبق بنا كذا إذن واجب علينا أن نعمل كذا نقول نعم واجب من حيث علم الله ليس أن الله أمرك بهذا وما الدليل على الرد على هؤلاء نقول أولا الله سبحانه وتعالى ألم يعلم أن فرعون من أهل النار لا شك أن الله يعلم أن فرعون من أهل النار هل كان فرعون ممنوعا عن الإيمان في الدنيا حتى نقول أن الله بعلمه ألزمه بالنار حاشا لله نقول لا الله سبحانه وتعالى ما ألزم فرعون بعلمه أن يكون كافرا ما الدليل عليه يقول لما أدركه الغرق ماذا قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آملت به بنو إسرائيل إذن معنى هذا أنه كان يستطيع الإيمان إذن يا فرعون لماذا لم تؤمن قبل هذه الحادثة إذن أنت غير ممنوع عن الإيمان وما كان لسانك مربوط عن الإيمان بدليل أنك استطعت أن تقول كلمة الإيمان ولكن فرعون اختار كلمة الإيمان متى في الوقت الغير صحيح إذن معنى هذا أن فرعون من قال أن الله علم من فرعون الكفر وكتب له النار نقول نعم علم الله علم كشف كشف لنا عن حال فرعون ولكنه ما ألزمه بذلك والدليل على هذا أن فرعون كان يستطيع أن يؤمن ولكنه ما آمن إذن ما آمن من طغيان ومن عصيان ما آمن لأن الله سبحانه وتعالى ألزمه بالكفر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولذلك بعض الناس تشكل عليهم هذه المسألة نقول بمسألة بسيطة جدا ممكن بالعامية حتى لو أردنا أن نتكلم عنها نقول لو كان عندك مزهرية في البيت ومن زجاج وابنك الصغير يلعب في قرب قرب الطاولة ويمسك هذه المزهرية ويحركها فأنت تقول له يا بني لا تلعب بها إنها إذا سقطت على الأرض انكسرت فهو لم يسمع بكلامك لم يأخذ بكلامك ثم تحرك حركة فأسقط على الأرض فكسرت فلما جئت لتؤدبه وتسجره عن ذلك ماذا يقول لك؟ يقول لا هي كسرت لأنك أنت أخبرتني أنها ستكسر فماذا سيقول له الأب؟ يقول لا علمي بحالها ما كسرها إنما كسرها فعلك فعلك هو الذي كسرها وليس علمي بحالها أنها تكسر تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة والله المثل أعلى علم الله بالأشياء أنها ستكون كما علم شيء وفعلنا نحن بكامل الاختيار شيء آخر لذلك ما يختاره الإنسان يحاسب عليه لأنه له القدرة الكاملة على اختيار الخير والشر نعم التوفيق من الله والخذلان من الله هذا لا شك فيه ولكن كما قلنا على الإنسان أن يعمل لأن الله ماذا قال؟ قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة ماذا سيكون حاله مع الله فسنيسره لليسرة وبالمقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة ماذا سيكون بالمقابل فسنيسره للعسرة إذن معنى هذا أن التيسير والتعسير اليسر واليسر والعسرة من الله لا شك في ذلك ولكن ماذا فعلت أنت حتى الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر في اليسرة لأن سبقها ماذا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للعسرة وكذلك بالمقابل من بخل واستغنى وكذب الحسنة فسنيسره للعسرة إذن هنا يجب أن نعلم أن علم الله مرة ثانية نجمل الأمر قبل نهاية الحلقة ونقول أن علم الله كاشف للأمور وليس يعني صارف لها أي أن علم الله الله سبحانه وتعالى عالم بدقائق الأشياء قبل حدوثها وقبل كونها ولكن علم الله ما ألزم أحدنا أن يفعل شيء لم يأمر الله به أو أمر الله به إنما إذا فعل العبد شيء فبتوفيق الله وإن قصر في شيء عن خذلان الله وشيء الله سنتكلم عن التوفيق والخذلان في مواطن أخرى يعني نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة بعوني تعالى إلى ذلك الحين نستطيعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته